اشتركوا في القناة ولا سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الأمير ولا الشعب السعودي وهنئكم بهذا العيد هذا العيد هو عيدكم عيد الجميع عيد الشعب السعودي الطموح الشعب الذي يحلم وإلى حكومتنا العظيمة التي تحقق طموحات هذا الشعب دعونا نتكلم اليوم عن مملكة الإنسانية مملكة الخير الإنجازات التي تمت في السنوات الماضية على مستوى المملكة العربية السعودية من مشاريع ضخمة وجبارة نقلتنا إلى مستوى عالمي في مدة وجيزة من ضمن هذه المشاريع نتكلم عن مشروع مسام اللي هو جزء بسيط من الأعمال الإنسانية التي تقوم بها المنبخ العربية السعودية على مستوى العالم دعونا اليوم نتكلم على مستوى الجمهورية اليمنية الشقيقة قام مركز الملك سلمان في يونيو الفين وثبعونطعش بإطلاق مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الأنغام مسام كانت رؤية نوحة جريئة من قيادة عظيمة في اكتوبر الفين وسبعطعش تم ولادة فكرة ومشروع مسام نصرة للشقانة في اليمن لكي ينعم نساء ورجال وأطفال اليمن بالأمن والأمان وأن يرجعوا أن يعيشوا بسلام من مخاطر الألغام والعبوات الناسبة الحوثية في المناطق التي يسكنها مشكلة الألغام في اليمن مشكلة طويلة كبيرة معقدة ونحمد الله إن مشروع مسام تمكن بفضل من الله ثم بجهود وسواعد منسوبي مشروع مسام أن ينجز عملا ضخما على مستوى خمس سنوات ودخولنا السنة السادسة إلى أن أصبح مسام من أعظم وأهم المشاريع الإنسانية ليس بس على مستوى المنطقة إنما على مستوى العالم 2017 الخطوة الجريئة كانت أن يقام مشروع النزع الغام ولأول مرة في التاريخ خلال حرب دائرة وذلك هماية للشعب اليمني ونجح بغض النظر عن الصعوبات التي واجحناها في البدايات تجاوزنا هذه الصعوبات قدمنا شهداء وعلى صعبين في مشروع مسام ولكن تمكننا من إيجاد أثر إيجابي على مستوى جميع المناطق التي عمل فيها مشروع مسام تمكننا في كثير من القرى من إعادة النازحين إلى قرائهم وساعدة الفلاحين ليرجعوا أن يزعوا أراضيهم مناطق الرعي الكثيرة تم تطهيرها من الألغام القرى الساحلية تم تطهيرها ومساعدة الصيادين الذين يخطنون في هذه القرى على الساحل أن يرجعوا ليبارسوا عملهم الطلبة في المدارس المنكوبة والتي كانت ملغمة رجعوا إلى صقوفهم ولا مدارسهم البنية التحتية ساعدنا في اتلاف عدد كبير من الألغام والعبوات التي كانت تؤثر على عدد الإعمار فيها مصادر المياه والكثير غيرهم خلال هذه الخمس سنوات ودخولنا السلسات ستمكن مشروع مسام من الحصول على القبول التام والكامل في المناطق الذي يعمل بها من الشعب اليمن الشقيق اليوم هناك قبول لنا ليس لأنه هو مشروع سعودي أو لأنه مشروع مميز لا 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 نحن عملنا على مستوى المجتمع المحلي وكنا جزء لا تجزأ من هذا المجتمع نجحنا وبالشراكة مع البرنامج الوطني بأن نكون في قلوب الناس في اليمن اليوم اليوم مسام يسعى جاهدا ليصار رسالة ومشكلة الألغام على مستوى عالمي خلال مكتبه الإعلامي وفريقه الإعلامي يجب على العالم أن يعرف مدى خطورة الألغام وحجم الكارثة الموجودة في اليمن لأن هذه أصبحت من الضروريات مملكة الإنسانية لم تؤخر أبداً أي مساعدة للشعب اليمني ولن تؤخر أي مساعدة للشعب اليمني الشعب السعودي والشعب اليمني في نعاية البطاف شعباً واحد أشقاء في المصير وفي الشراكة كاردر تهنيتي لكم بالعيد الوطني أشكركم جميعاً ودعونا نحلم وقيادتنا العظيمة سوف تحقق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته